ايام قليلة بتفصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن استئالتها الرسمية من منصبية برئاسة الوزراء وزعامة حزب المحافظين بعد ثلاث سنين كانت نتيجة الفشل بتحقيق مشروع التاريخي الأكبر وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالوقت اللي عم تتحضر ماي لتطوي صفحات حفلة من حياتها السياسية انفتح الباب على منافسة شرسة على منصبية بلشيت مع طويلة ترشح شخصيات محافظة كتير فمين هن الأبرز لهلأ؟ بوريس جونسون وزير خارجي السابق اللي استقال بتموز الماضي احتجاجاً على إدارة ماي لمفاوضات لبريكزيت وبعد ما أعلن ترشحه لخلافة ماي الجمعة الماضي أكد جونسون أنه بريطانيا حتنسحب ب31 تشرين الأول من الاتحاد باتفاق أو بلاي ففكرة الاستفتاء الثانية هي فكرة غلطة كتير وجونسون هو المرشح الأوفر حظاً لأنه عنده شعبية كبيرة بحزبه وزير الخارجية جاريمي هونت اللي قال أنه إذا خير بين أنه يعمل بريكزيت بلا اتفاق أو ما يتحقق لبريكزيت أصلاً فأكيد حيختار بريكزيت بلا اتفاق مع أنه بيعرف مخاطر الاقتصادية دومينيك راب وزير شؤون لبريكزيت السابق اللي استقال كمان من منصبه احتجاجاً على اتفاق لبريكزيت لعملته ماي راب أكد أنه ما حيأجل لبريكزيت لبعد تشرين الأول الجاية وقال أنه مستعد كمان لا يطلع بلا اتفاق كون هالشي حيوفر على بريطانيا 25 مليار جنيه استرلينة وزير البيئة مايكل جوف وهو من أهم المطالبين بالبريكزيت وقال الأحد الماضي أنه حيقدر يوحد الحزب لا يعمل لبريكزيت بدون ما يوضح شو هي مشاريعه روري ستورت وهو وزير التنمية الدولية وبيعارض الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق وأكد أنه مستحيل يصير هالشي قبل آخر تشرين الأول الجاية أندريا ليدزم استقالت ليدزم هالشهر من منصبه كوزيرة شؤون الدولة وقالت أنه بريطانيا لازم تنسحب من الاتحاد بآخر تشرين الأول باتفاق أو بدونه مات هانكوك وهو وزير الصحة وأكد هانكوك أنه تنفيذ الانتحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق هو مش مطروح لأنه البرلمان ما حيسمح بها شيء أستير ماكفي وكالت استقالت من منصبة كوزيرة للعمل والمعاشات بتشرين التاني الماضي احتجاجاً على اتفاق ماي مع بروكسل وقالت أنه الوقت محدود وصار لازم نضمن أنه نحن مستعدين للبريكزيت ساجد جويد وشغل عدد من المناصب الحكومية ولكنه صوت لتبقى بريطانيا بالاتحاد الأوروبي باستفتاء الـ 2016 بس يمكن اعتباره من المشاككين بالاتحاد ومن المتوقع أنه تترشح بعد أسماء كتير لخلاف تمي إلا أنه الاتحاد الأوروبي بعده عموقفه اللي قاله من بعد ما أعلنت تمي قرارة بالاستئالة بأنه بيحترم وبيتعاون مع أي رئيس وزراء بريطاني بس ما حيفوض على اتفاق بريكزيت جديد فيبدو من بعد هالشي أنه حصول لبريكزيت بـ 31 تشرين الأول الجاية يمكن مش أكتر من حلم صعب يتحقق